بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء كنت في عزة حد من أحبابي فوجدت مشهة غريبة شوية أنا مش متعود عليه كنت في حياتي في حياة العزة الكتير اللي أنا مرت بيها ما كنتش متصور إن في حد يتكلم في التليفون بصوت عالي أو كده في العزة فحسيت إن فكرة إن حرمة الموت خفت شوية ببصت تاني يوم الصبح لقيت حياة غريبة جدا جدا حسستني إن في حياة تغيرت فينا حرمة الموت عندنا بقت بعافية شوية وحرمة الأموات عندنا بقت بعافية هي كمان بتوصل لأوقات كتيرة إن الناس مش بس تصور الجنازات لا تصور الأموات في الأكفان بس تعالوا نشوف أهلنا والناسنا قبل ما نستمر في الكلام عن ده تعالوا نشوف أهلنا والناسنا قالوا إيه عن درجة احترامنا وحرمة الأموات في حياتنا برضو أرجع وأقول لك السبب الأكبر هو البعد عن ربنا أنا لو قريب من ربنا هيبقى عندي كل حاجة لا أنا مدرك تماما إن ده لا ده بسبب الحاجات اللي متوجهة لنا من خلال السوشال ميديا عايز عايز يكسب تريندات وخلص هو ده اللي في دماغه مش في دماغه أي حاجة تانية يعني مو عادي يصور حرم الميت يصور أي حاجة عشان يكسب تريندات بس البعد عن ربنا والانخراط في الدنيا وإن الناس ما بقاش عندها الوعي الكافي بدنها وإنها تعرف الحلال والحرام فبقى فيه متشابهات كتير أصلاً بقى تحساها موضة حتة الانتحار وحتة الاكتئاب والموت والناس بقى من كتر السوشال ميديا ومكتر ما بتشوف حالات أصلاً باشعة جداً فبقى بتستسهل الموضوع ده بتشوف على النت ناس جهين ومقتولين فحتة إن حد يموت قدامهم أو حد يقع ما بيقاش بالنسبة لنا صعبة زي يقول كده أنا مقدر جداً الكلام اللي اتقال في التقرير اتقال إن سبب الكلام ده وقت البعد عن الدين بس فيه كلام مهم وكأن بنتنا فهم حاجة مهمة أوي قالت من كتر ما الناس استهانوا بالموت من كتر ما الكآبة وشافوا موتات بشعة كتيرة بسبب أقول لكم حاجة بسبب الناس طول الوقت بيشوفوا أفلام رعب وبيشوفوا حاجات كتيرة فبقى الموت عندهم ملوش حرمة بس أنا مش موافق على فلسفة أني كنا بنحترم الموت عشان كنا بنخاف منه لا احنا مش كنا بنحترم الموت عشان كنا بنخاف منه احنا كنا بنحترم الموت لأن الموت له جلال فيه هنا تجلي من تجليات جلال الله فتجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى فلابد أن هي تحترم الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا شديدا ملك الموت فقبض روح عزيز آه لا المسألة ميز سهلة كده وعشان كده كنا بنقدر نفهم أن هنا محل لدروس كتيرة فعشان كده كنا بنفهم أن الموت ليه حرمة ليه حرمة ليه؟ لأن الموت لما بيجي بيجي عشان نتعلم بنيجي عشان نتنور بنيجي عشان نفهم حتى لو كان الفهم ده تمغموس في الدموع والأحزان بس بنفهم ده اللي كنا بنفهمه لما كان الموت بيجي لكن إن يصبح العزة مش مذكر بالآخرة ويصبح الجنازة نوع من أنواع التسابق على كشف حرومات الأموات مش بس كده احنا بنلاقي الناس بتصور كل تفاصيل الموت كل تفاصيل الموت حتى الناس بقت تلوقتي ممكن تنشر في الأخبار وتنشر في السوشيال ميديا كلام ما بين أهل المتوفي وبعضهم بيقولوا إنهم مش بيسمحينه وبيدعوا عليه فيه اللي يحصل فيحصل تعدي وبيطلبه من ربنا إن هو يعذبه في نار جهنم وينشره على السوشيال ميديا لأن الموت ما فيهوش حرمة بس احنا كنا زمان لما حد يموت كنا نقول وكان في حياته بعض المشكلات كنا نقول إيه بقى للشخص اللي هو مات ولو حتى كان عنده مشكلات في حياته ولو أزى حتى كنا نقول إيه ما تجس عليه إلا الرحم أتذكر إن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن الصديق الهماري كان بينه نقاشه بين حد من العلماء فلما توفى هذا وكان النقاش شديد شديد جدا لكن لما العالم توفى اللي كان بينقشه والمنقشة كانت شديدة أمسك وقال إيه خلاص إن الموت حجاب والموت له حرمة وكأنهم كانوا بيتمثلوا هذا النور وهذه الحكمة البالغة اذكروا محاسن موتاكم طب ليه ليه لابد أن نحن نتعامل مع حرمة الأموات بهذا الاحترام لأن ربنا كرمنا أحياء وأمواتا فين ربنا كرمنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل واحد ممكن يقولك دولا لما يكونوا أحياء لا أشوف كمان إزاي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت التفسير الواضح إن العناية دي بتمتد حتى بعد الموت نشوف ده في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسروا عظم الميت ككسره حيا فالحفظ بن حجر بيقول في شرح هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية كما كانت في حياتي إيه ده؟ يعني الميت وهو ميت له حرمة يعني إيه ده؟ يعني له عرض آه ولذلك احنا كنا دايما لازم نستر الميت وأحواله لأن سطر أحوال الميت تدخل في ماذا؟ من سطر مسلم من سطره الله يوم القيام وكمان في حديث شريف فيه الستر على الميت وأحواله وعدم كشفها أو التحدث بيها بيقول في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من سندسي واستبرق لجنة ومن حفر لميت قبرا أو من حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجر له فيه الأجر كأجري مسكنين إلى يوم القيامة يعني كانوا إيه؟ لما عملوا قبر كانوا إيه؟ سكنوا إلى يوم القيامة وعشان كده الإمام المناوي فهو بتكلم في هذا الحديث إن غاسل الميت يجوز له نقل ما كان من الميت من طيب الرائحة واستنارت الوجه الكلام الحلو بقى ويحرم نقل غير ذلك من حال الميت يعني إيه؟ إذا رأينا حاجة مش طيبة ريح مش طيبة حال مش طيبة يحرم نقلوها دي الحرمة دي اللي وصلت إلينا إن ما ينفعش حد يدوس على وده اللي وصلنا إن القبر ما ينفعش يدس عليه أنا أقول لكم حاجة كنا زمان كانت المقابر بتبقى في وسط العمران ليه؟ كإني أنا اللي شايف كده كإننا حطينا الأموات في وسط العمران عشان يكونوا في حمايتنا فالأموات ما ينفعش إن إيه؟ إن حد يتكلم فيهم وعشان كده باحترام القبر من احترام الميت وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احترام الميت في قبره لا تعد ولا تحصى وعشان كده بتوضح لنا أحاديث رسول الله وسلم اللي منها قوله صلى الله عليه وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحترق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر حديث صحيح مسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن حرمة الميت تصل إلى حرمة حتى المكان الذي يقبر فيه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه سنة بيتعامل فيها مع الأموات فكان يزور القبور ويدعي إلى أهلها زي ما كانوا أحياء بالزبط فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعي لهم بالعافية في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية يبقى يخلوا بالكم من كلام حضرة النبي بقى أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسور لكم أن الميت ده خصوصية وله احترامه ولابد إن احنا نتعامل معاه وعشان كده إيه اللي حاصل وهو في الكفن ما ينفعش إن احنا نتلاعب بأحزان أهله ولا نخليهم كمان يحسوا بإن هم ازداد الكسر عليهم كسر بعد كسر ولا نسيب نفسنا الأمارة بالسوء تقول لنا بقى ميت خلاص خطوة أحقكم منه ومنتقموا منه نعمل إيه عشان المجتمع يرجع مرة تانية بيحترم حرمة الأموات احنا محتاجين إن احنا نغير مفهوم الموت عندنا مفهوم الموت مش واحد راح في الفناء فأنا مش عارف أخد حقي فاتكلم في حقه لا ده واحد انتقل إلى حياة أخرى وربنا بيعرض عليه الأعمال فيتوجع ويتأذي وممكن يدعو الله سبحانه وتعالى وأنه ينتقم من العمل فيه كده فيبقى الحال هو إيه إن الموت في ذاته هو انتقال من نوع من أنواع الحياة إلى نوع آخر من أنواع الحياة الحياة دي تسمعها الحياة الدنيا الحياة الأولى وبينتقل الإنسان إلى الحياة البرزخية واللي يأذي الشخص في الحياة البرزخية دي ربنا يحسبه وعى ربنا سبحانه وتعالى سيجعل عمل وهو هذا في سيئاته إن أساء لهذا الميت طب دي أول حاجة تاني حاجة لازم نعرف أن من حرمة الميت أننا نمنع الناس من تصوير الأموات يعني أنا أسألك سؤال لو واحد في بيته مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس منع الشخص أنه ينظر في بيت أخي عشان يبقى فيه احترام لخصوصية وقال إنه إذا قذفه بحصاة فجاءت في فقعة عينه فليس عليه دي لعاذي العين طب نعمل إيه بها لازم نعرف أن أكفان الموتة له حرمة أيضا نعش الموت له حرمة فلازم نتوقف عن هذه البشاعة من تصوير هذه الحالات اللي بيكون فيها الناس في هذه الأحوال السيئة فنعمل إيه فنحترم الموت بلاش تتحول حفلات الدفع عندنا هنا إن الناس تحولها إلى حالة من حالات المشاهد السنمائي سيبوا الناس عشان يقدروا ما تبقاش السور اللي انتوا بتحطوها دي ضغط عليهم إنهم ما يتجاوزوا ويعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى لما قال للمرأة اصبري يا امرأة إيبا نعمل إيبا نحترم الموت ولا نقوم بهذا الحال إلا ونحن نحترم الموت في وقار في احترام ما ينفعش الناس تكون بتحترم الموت ونحن في حالتنا هذه وفي ديننا الذي يدعونا إلى احترام الموت نتجاوز حرمة الموت بهذه الطريقة ويبقى واحد عشان يصور واحدة وهي ابتدع على أخوها ولا واحد عشان ما عرفش إيه يروح مصور ده ونشره ويعتبر إن ده نوع من أنواع السبق ويعمل بيترند لا 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 ولازم نتوقف عن بقى الكلام والتشفي طب نعمل إيه لازم نعلم أولادنا من هما وصغار إن لما ييجي ذكر حد ميت نعمل حاجة واحدة بس الله يرحمه ندعيله فقط ننعلمه لأولادنا ونلتزمه إحنا ونمسك عنه ونمسك عن الكلام فيه حتى لو واحد ليه حقوق يروح يطلبها بالقضاء بس ما يعملش اللي يعمله ده أنا من بيقولش للناس المظلومين ولا ما اتاكل حقهم ولا من إنهم ما يروحواش يطلبوا بده يروح يطلبوا ده بالأساليب القضائية إن لصاحب الحق مقالة عند القاضي مش فوسط الناس مش في فتح الأعراض بهذه الطريقة وعرض مين عرض حد مش يقدر يدفع عن نفسه فلزاك لازم نتقل الله سبحانه وتعالى فنعلم أولادنا من دلوقت إن هما يدعوا لأموات المسلمين الأمر التالت والمهم جدا جدا لازم نتضرب على غلق الصفحة لما حد ينتقل إلى الرفيق الأعلى خلاص الصفحة تقفلت وانتهت عندي حق مالي أنا محتاجي إن أنا أحصل عليه أروح أطالب بيه بس الصفحة خلاص أغلقها لما حد يجي يكلمني لازم أحط مسألة الكلام في حق الميت في إطار الغيبة والنميمة فأنا أتوقف عن ذكر الأموات ونعتبر دوات نوع من أنواع التنقية للقلوب آخر حاجة أنا شايف إن إحنا ممكن نعملها عشان نتخلص من ده بطله تصوير شوية نبطل تصويره لكل حاجة شهوة التصوير دي هي اللي جرأتنا إن إحنا نصور أي مشهد أنا أظن إن فيه مشاهد كتيرة في حياتنا ما تستعقش إن هي تتصور لإن تصويرها هيكون نوع من أنواع انتهاك الخصوصية عايزين نعلم أولادنا من دلوقتي إن فيه حاجة اسمها خصوصية وإن مش كل حاجة تصور حتى لو كان تصويرها يتجاوز مفهوم الحرمة وينتهج خصوصية أصحابه يا رب اكرمنا إن إحنا دايما نكون ستر على الناس أحياء وأمواتا ونكون باب من أبواب نور نورك اللي بيستر الناس وبيمنع عنهم الفضيحة وبيخلوهم دايما في حسنك وفي رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل ثم بعد ذلك ننتقل مع حضراتكم مع أسئلاتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها زي الوقت اللي احنا نخصصه دلوقتي للجواب على الأسئلة المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا أول سؤال وصلنا بيقول يا شيخ إخوات السبيان ظلموني ظلمي بين وأنا بدأ عليهم وعلى مرات أخويا لأن هي السبب أست إخواتي علي ووصلت لهم كلام أنا ما قلتوش والله العظيم أنا مش متجوزة ووصلت المرحلة بدأ عليها وعليهم في كل أوقات استجابة الدعاء لا حول أوقات الله بالله ونفسي أخذ حقي أنا كده علي وزر في الدعاء عليهم يا شيخ لا وإنت فعلا ظلمت ودعيت على اللي ظلمك ما عليك إيش وزر بس ده مش الزكاء يعني يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يعني إنت عندك دعوة مستجابة الدعوة المستجابة دي تصري فيها وتهدريها في الدعاء على حد ظلمك ولا إنك أنت تدعي نفسك تدعي نفسك إن ربنا يشرح صدرك ويوسع رزقك ويبريك لك ويريح بالك ويحسن أخلاقك هو دوة الدعاء الصحيح لكن أنت لو دعيت على حد ظلمك ما حدش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة فأنت لو دعيتي ما حدش هيقولك إن أنت عملت وزر عملت ذنب وعليك وزر لكن هي المسألة كلها هو دا الأحسن لك وإنت في حال الكرب اللي أنت فيها دي بس خليني عقف عندي جملة من إبعيزا أنا قلت لك الحكم بس خليني أنا عايز أقولك نصيح عقف عندي بعض الكلمات اللي أنت حضرتك قلت لها في السؤال دولة إخواتك ومرات أخوك هي اللي أسيتهم عليك إزاي حد غريب وصل لقلوبهم وهم شافوك مش مناسبة وشافوك عدوة لهم ليه؟ أكيد هي بتقولي إن هي وصلت لهم كلام الصحيح عنك طب أنت ليه ما صلحتش الكلام ده؟ ليه ما حاولتش تفاهمهم أنا عارف هتقوليني أنا حاولت تفاهمهم بس وإيا كانت مسيطرة عليهم قد نكون إحنا عملناها بطريقة مش مناسبة أنا عايز أقولي إيه؟ عايز أقولي دايما يا جماعة إن المشكلة في العلاقات بيكون سببها الطرفين يعني ما تجيش تقولي إن هي هي أكيد خدت كلمة حق وحطت عليها مئة كلمة باطن فأنت كنت لازم تروح لإخواتك وتروح لهم من مدخل إن مع ما حصل فأنت أخواتي أنا بحب لكم الخير وأنا أكيد مش ممكن أتكلم في حقكم بكلام فاسد لإن أنا بحبكم وعايزاكم تبقوا جنبي أما وإني هذا الكلام أنت لما سموا هذا الكلام وصدقوه أنت ما كانش من عندك إلا أن أنت سميتهم إنهما ظلمة ومشوا ولا واحدة خرابت بيوت وخرابت وبتعمل وبتصير في قطع الرحم وخلتيهم هما كمان قطعين رحمهم وعدت توصفهم بالأوصاف السلبية أنا عايز أقولك حاجة كل الكلام ده هيكون له أثر سلبي على قلوبهم لأنه بيحس إنه هما بيتعاملوا مع حد ضاغط حد كل اللي بيعمله إنه هو بيشكو ويلوم لكن أنت لو غيرت طريقتك وعشت بطريقة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم لو عشت بطريقة فخيرهما الذي يبدأ بالسلام لو عشت بطريقة ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاها حياتك هتختلف أنا قلت لك الحكم في مسألة الدعاء وقلت لك تعملي إيه عشان تقدري تكون علاقتك أنت وإخواتك ترجع مرة تانية ابداي أنت بالسلام ابداي بإصلاح ذات البين ابداي بإصلاح بسلة الأرحام ربنا يفتح عليك ويباركلك وحد يقولك والبنت هي اللي تبدأ مش الأولاد صح إحنا عندنا استوصب النساء خير بس أولا الحديث ده معمول للنساء والرجال بالمناسبة عشان محدش يجي في النص كده ويروح مدخل الأشياء ويمنع الناس عن الخير يقولك ما أنت البنت أنت المفروض يقفوا جنبك أنت المفروض يحط بيكو أنت 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 أه بس أنت كمان مخاطبة من الشرع الشريف يقول مش المفروض والأصول بلاش نستخدم كلمة الأصول في المنع عن الخير بلاش الأصول تساعد على الخير مش تمنع الخير فأنت بتسأليني بقولك إيه؟ بقولك إبداي أنت بالسلام هتقولي اللي بدأتك تيقف حاولي استمري وإن شاء الله ربنا هيكرمك ويفتح عليك أنا أحب لك أني أنت وأخواتك يكونوا مع بعض مش أحب لك أن أنت تبقى مظلومة وقعدة تدعى لأخواتك وبس والكلام ده يتورسوا الجيل اللي جاي والجيل اللي بعده ويقل اللي يحصل يفقدوا عمتهم اللي هما بيبقوا في أمس الحاجة إليها لأن بتكون بالنسبة لهم هي المنطقة النادية في علاقتهم بأبوهم أن تكون عمتهم عاون لهم لو أنهم يحتاجوا أنهم يوصلوا لقلب أبوهم في أي وقت فبدأي بالسلام وإن شاء الله ربنا هيكرمك السؤال اللي بعد كده بتقول زوجي دائما سريع الغضب والانفعال ودائما يفهمني عكس ما قصدت يعني دائما بيفهمني عكس مقصودة وهو دائما الخروج من المنزل طبعا ويحب أن يبقى خارجه ودائما بين أطفال النزاع عالفي شيء من السح وما الحل مع زوجي ويريد تجاوبني يا شيخ في أي وقت لأن زوجي تعبني والله أنا حاس أنتوا لتنين تعبين بعض ليه؟ أنت بتقولي إيه؟ أنه دائما بيفهمك عكس مرادك في الغالب أنا حاسس من السؤال كده أن حضرتك عندك حساسية حساسية مفرطة فما بتقدريش تعبري عن اللي أنت عايزة وطالبة من جوزك أنه يفهمك لأن أنت لو صرحتي بالكلام اللي أنت عايزة بتعتبري دا وكسر الخاطر وإهدر للكرامة وأن أنت بتطلبي حاجة المفروضة كان هو يفهمها طب دا كله بيقدي إلى إيه؟ أنه الشخص الحساس دايما بيتفهم غلط ليه؟ لأنه لا يريد أن تفهم كلماته ولكن يريد أن يفهم ألمه ووجعه وبعض الأحيين بعض الناس بيشوفوا اللي الكلام اللي بيقوله الشخص الحساس دا دا ما فيش وجع ولا ألم ولا أي حاجة هم مختلفين معاه فهو بيجي يقول لهم ما أنتم مفروض تحسوا بالوجع اللي عندي هو بيقول لهم طب أنت بتوجع عليه أنا قلت لك لو سمحت ما تعملش كده قال له بس أنا حسيت أن أنت للأسف بتتخلى عني وبتخزني قال له لا أنا بقول لك ما تعملش كده لأن دا مش مناسب دا أنا كنت بسندك بنسندك بنصيح يقول له أنا ما فهمتش كده فلما يجي يقول له يا فلان لو سمحت ما تبقاش تعمل كده يقول له كده يعني إيه ما نصحكش تاني يقول له أنت فهمتني غلط ليه أنا بقول لك ما تعملش كده يعني ما توجعش قلبي هوا إيه اللي أغباطة دي يبقى احنا نشيل الحساسية ونتعامل بشكل طبيعي الأشخاص الحساسين لما بيجوا تكلموا مع بعض ممكن يحسوا أن فيه حاجة غريبة فيه كأنه حجاب كده كأنه حطت حطت إيده عشان الهوى ما ينفس حطت إيده كده عشان كمان ما نقدرش نشوف فلازم يقول بقى أن فيه حاجة غير طبيعية صح فيه حاجة غير طبيعية بس جوانة ده مش جن ولا عفريد ده جوانة محتاجي تغير إن الله شوفوا قوله تعالى إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسي يبقى أنت لازم تغيري تغيري اللي جواكي يبقى إيه اللي يحصل أنا بقترح على حضرتك عشان تعملي بتقولي نعمل إيه أولا ما فيه السحر ولا فيه أي حاجة والإيه اللي حاصل فيه سوق اتصال من السوق تفاهم سوق اتصال الاتصال بينك وبين زوجك بعافية عايزين نجدده طب نجدده إزاي هنجدده بشوية إجراءات أول إجراء نعمل إيه نقعد ساعة مع بعض نقول كل اللي فات كل اللي فات ونخلص منه ونرميه كل اللي فات بحيث أني عندنا 360 ثانية في الثانية الـ 360 هنوقف عن الكلام حتى لو فوسط الكلام فكل اللي فات دع نقوله في الساعة دي ونتخلص منه طب وإيه تاني بعد كده ونبتدي الكلام ده بقول لحظاك تعمليه النهاردة وتاني يوم نبتدي بقى مشوار إيه المشوار ده نبتدي نتكلم مع بعض كل يوم نص ساعة عن المستقبل والسعادة ليه المستقبل والسعادة لأن رسول الله كان يحب الفقل الحسن وكان لا يرى إلا متبسمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القول الحسن والكلام الحسن حتى سمى أولاده بالحسن والحسين يبقى احنا لازم نفهم كده إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى أحفاده الحسن والحسين عشان هو بيحب الجمال فنتكلم الكلام الحسن وقوله للناس حسنة يبقى إيه اللي يحصل يبقى أول حاجة نقعد ساعة نخلص فيها كل الكلام اللي فات وبعد كده نص ساعة نتكلم فيها عن المستقبل والسعادة طيب لما نتكلم عن المستقبل والسعادة ايه؟ يحصل انفتاح وانشراح للصدر في البيت طيب تالت حاجة نعملها ايه بقى؟ لأنه واضح إن مسألة محتاجة إن احنا نغير ده واضح إن احنا مش قريبين من بعض فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين إن احنا نخرج مع بعض شوية نخرج مع بعض ولو مرة كل أسبوع ما نروحوا لش ناكل وانا بقول إن الكلام ده يحصل بينك وبين زوجك بس يعني تخرجوا من غير الأولاد تخرجوا مش لازم تروحوا تاكلوا عشان ما يبقاش الخروجة مكلفة لكن تخرجوا تتمشوا تروحوا تشربوا حاجة وترجعوا وبكده تقربوا من بعض وتبدأوا صورة جديدة من الحياة الحياة التلاتة دي ممكن تساعد جدا 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 في حالتنا لكن فيه سحر؟ لا ما فيه سحر إلا يكون سحر بس النفس الأمر بالسوق يعني إيه النفس الأمر بالسوق؟ خد عاكي ووهماكي إن فيه حاجة بينك وبين جويزك وهي سوق تواصل ولما هو يتكلم سيبيه كمل الكلام لآخره لأن الراجل لما بيسيب البيت وينزل لأنه مش عارف يتكلم مع مراته مش عارف مش لاقي مش لاقي ود مش لاقي طبطوة مش لاقي حنان هل معنى كده إن أنا جاي عليكي؟ لا أنا بفتح حينيكي إيه؟ بأي شيء تتحقق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا الناس بأخلاقكم إزاي تقدري أنت بشكل واضح أني تأخذي قلبي زوج بالكلمة الحسنة والكلمة الطيبة وصدقة إزاي تقدري تعيش بداها؟ هو ده الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت كنت عاوز أسأل أنا طالب في كلية الهندسة وكنت بس تفسر عن بعض الكرسات في مجال تخصصي وكنت عايز أخدها ولكن كانت تكلفتها عالية وما أقدرش عليها لوحدة فدخلت مع مجموعة من المهندسين وبنجمع مع بعض فلوس الكرسات دي ونشتريها ونوزعها على بعض ده حرام؟ إزا كان الكرسات دي المقصود بيها إنه هو بيديله الحاجة دي وبيشرت عليه وبيخلي ليكتب عقد إنه يتكون لستعمال واحد وهو وقع على إن ده لستعمال شخصي وبس لا ده يبقى خلاص ممنوع أن نستعملها لحد تاني أما وإنه هو إدهاله بشكل شخص عشان هو حضر الكرس وإنتوا كنتوا تدفعين له الفلوس وهو دخل مكانكم واخد هذه الكرسات وبعدين وزع عليكم وتستعملوها استعمال شخصي مش استعمال تجاري ده يبقى جائس لإن أصلا حقوق العلم مسبلة وأصلا إن اللي وصل لكم من المذكرة دي وصل لكم بطريقة صحيحة لأن في واحد تملكه وبعضين أعطاه للناس لأنه لم يشترط عليه إن ده يكون له فقط فإذا اشترط عليه لا ما ينفعش الأمر ده يبقى الأمر إذا ما كانش فيه اشتراط لأن المسلمون عند شروطهم إذا ما كانش فيه اشتراط إن هي تكون لواحد بس ولا يجوز إن هو يعطيها لغيره يبقى خلاص يبقى عدم الاشتراط ده يقوم مقام الإيه؟ مقام الإباح مقام الجواز فإن اللي يحصل؟ فإذا هو حصل على الكرس ده ودفع الفلوس دي وأصبح أخذ هذا الكرس أخذ هذه المادة أخذ هذه المادة وتملكها ثم أعطاها لغيره بغير أن يكون هذا مخالفا لشرط بينه وبين صاحب هذا الكرس يبقى خلاص ده جائز ومفوش حاجة إمتى هيبقى ممنوع لو هو اشترط عليه إن هو يكون للشخص اللي وقع بينه وبينه العقل ساعتها لا هيبقى المسلمون عند شروطهم يبقى ساعتها هيبقى المسلمون عند شروطهم وطبعا إذا أنتوا أخذتوا الكلام ده الكرس ده وازعتوا على بعضكم هيكون دوت في حالة ماذا؟ الاستعمال الشخصي وليس الاستعمال التجاري لأن الاستعمال التجاري هو اللي بيدر لكن الاستعمال الشخصي ما يدرش صاحب هذا الكرس اللي يدره هو إيه؟ الاستعمال التجاري السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم لو سمحت يا فضيلة الدكتور عمر كيف أكون في المنطقة الأمنة في علاقتي مع الله وإيه اللي دخل منطقة أمنة ومنطقة غير أمنة في المعاملة مع الله كل المناطق آمنة مع الله حتى منطقة الخوف منطقة أمان ربنا خوفنا مما سواه عشان يؤمننا بذاته سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يبقى إذن الله سبحانه وتعالى جعلنا دائما في أمانه سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يبقى إذن أنت في أمان الله سبحانه وتعالى إزاي بقى أنا أفاهم أن أنت ممكن تقول لي إزاي أستشعر أمان الله إزاي أستشعر أن أنا آمن بس أوعى يكون اللي أنت طلبه وبتسألني عنه أن إزاي أضمن أن أنا حصلت على رضا الله ما كانش الصالحين بيطلبوا كده كان الصالحين بيقولوا إزاي نسعى إلى رضا الله لكن إزاي نضمن رضا الله ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا اللي جعل رضاه مش هنعرفه غير لما نلقاه وإن ذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعملي قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي يبقى من أفضل الحاجات اللي احنا لازم نعتقدها أن ربنا ما أخفاش عنا رضاه عشان لخاف لكن أخفى عنا رضاه لندخل في أمانه فلذلك إلا حاصل لازم نذهب إلى الله سبحانه وتعالى لنطلب أمانه ونعجل إلى الله سبحانه وتعالى ليرضاه يبقى إذن نحن نريد أن نحصل على أمان الله سبحانه وتعالى يبقى إزاي؟ إزاي أحس أننا في أمان الله بأربع أمور الأمر الأول ماذا؟ استحضار أن الله سبحانه وتعالى لا يفارقني وأنني محل نظر الله فالباقي معك ما ودعك ما ودعك ربك وما قاله يبقى أول حاجة أنت دوما في حضرة الله الأمر الثاني أني دوما أحس بالوصل الذي بيني وبين الله طب إذا خف وصلي أناجي الله يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يبقى دا تاني حاجة يبقى على طول أستحضر أننا في معية الله تاني حاجة إذا خف إحساسي بمعية الله أخاطب الله وأناجي الله على طول ألا بذكر الله تطمئن القلوب الحاجة الثالثة بقى أننا أداوم على السير إلى الله يعني أداوم السير إلى الله خير العمل أدومه وإن قل يبقى إيه اللي حاصل أداوم على السير إلى الله حتى لو كنت أعمل العمل القليل بس أداوم لا أن قطع عن السير إلى الله يبقى ما حد شي يقول له والله أنا مش حاسس بالأمان يبقى أنا عامل ليه أنا مش ضامن أن ربنا يقبلني آه بس أسير إلى الله لإني سيري هو الذي يجعلني أرى نور الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إليه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا أسير إلى الله يبقى ديه ثلاث حاجة رابع حاجة أني لابد أن يكون لي في كل وقت ورد يأخذني ويجعلني أرد على الله الأربع حاجات دول الورد ده تعمل إيه يجعلني دائما أدخل في حضرة ماذا ماذا فاذكروني أذكركم فما بالك بعبد ذكره الله ألا يحس بالأمان الأربع حاجات دول استحضار أننا في معية الله سبحانه وتعالى مناجات ومخاطبة الله ودعاؤه إذا أنا حسيت بأننا مش في حضرته مداومة العمل وفي النهاية أكون عندي ورد دائما يدخني في حضرة الزاكرين ليذكرني الله سبحانه وتعالى بكده أبقى أنا في حضرة مولايا سبحانه وتعالى وهذه الأعمال هي التي تجعلني في حضرة السيد سبحانه وتعالى ودائما يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي احنا النهاردة تكلمنا عن شيء مهم عن تجديد علاقتنا بالموت وإزاي نحترمه لأنه هو جسر بينقلنا من حياة إلى حياة يا رب اجعلنا على الدوام تنستحضر معيتك ونكون في حضرتك ونذوق حلاوة نظرك إلينا يا رب العالمين اجعلنا دائما نذوق أنوار نظرك إلينا فتعمق قلوبنا بوصالك وتجعلنا دائما من أهل جمالك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين جمنا بجمالك يا جميل يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين